قبل ما ندخل في عزم القصور الزاتي لازم نرجع وراء الاول ونراجع على مراكز الثقة. مراكز ايه? الثقة. كان في عندنا مسألتين سبنا نقط فضية فيهم. النقط الفضية ديت مقصودة. عشان حراك تكون حلتهم وتكون بعدهم لنا على صفحة القناة. وصفحة قطاع التعليم الفني. قبل ما نكمل او قبل نخش في عزم القصور الزاتي. هنرجع مع بعض على قوانين مركز الثقل. كان عندنا اكتر من حالة. الحالة الاولى اللي هي قادم المنتظم تماما اتفعل ان مركز الثقل الشك في منتصفه. يبقى القادم المنتظم مركز ثقله في منتصف الشك. كان عندنا برضو من ضمن الاشكال عندي مربع عندي مستطيل عندي معين عندي متوازي مستطيلات. اربع اشكال مركز ثقلهم بيساوي طلاقي او نقطة طلاقي الاقطار بتاعتهم. وطر وطرين الشكل اللي بيوصلهم الشكل في بعض منتصف. نقطة طلاقيهم هي مركز ثقل كل شكل فيهم. الدايرة عندي مركز الثقل بتاعها بيساوي مركزها الهندسي. الدايرة مركز الثقل بتاعها بيساوي مركزها الهندسي. برضو كان عندي من ضمن الاشكال اللي كان لازم نعرف مركز ثقالها بارة عن ايه? الحلقة الدائرية. والحلقة الدائرية برضو كان نفس الوضع. ان هي مركز ثقلها الهندسي او نقطة القطر بتاعه. غير مركز الدائرية . الحلقة الدائرية هو مركز ثقالها الهندسي. المثلث عندي كان لديه حالتين. حالة مسلث قائم الزاوية وحالة مسلث غير قائم. المثلث القائمة الزاوية كان مركز السيقة البتاعه من جهة الزاوية القائمة في القاعدة يبعد ثلث القاعدة من جهة ايه من جهة الزاوية القايمة ومن جهة الزاوية القايمة برضو الارتفاع بيبعد ثلث الارتفاع يبقى المسلس القائم من جهة القاعدة والزاوية القايمة ثلث من جهة الزاوية القايمة وفتجال الارتفاع برضو ثلث الحالة التانية للمسلس كان مسلس الغير قائم الزاوية المسلس الغير قائم الزاوية كان نقطه طلاقي رأسي المسلس بمعنى باخد خط من رأس المسلس من عند القعدة ونقطة تانية واخد الخط تاني يقسم قعدة المسلس يقسم الارتفاع وقسم القعدة نصين ووصل ما بينهم نقطة طلاقهم بتسوي ايه مركز المسلس ده ولها طرقة تانية ولها طريقة تانية. المثلث الغير القائم لو جيت اعمل ارتفاع له هيبقى تلت الارتفاع من جهة القاعدة وتلتين من جهة الارتفاع. خلصنا على كده. بعد كده عندنا من ضمن الحالات كان المنشور القائم وعندي المخروط. دول كان الربع من جهة القاعدة والتالت تربع من جهة الارتفاع. اما متوازن اما الشكل الهرمي كان نفس الوضع. لستوانة الدقرية او الكرة كانت منتصف الخط الواصل بين مركزي ثقل الدقناتين. واخدنا مسائل عليها بالاربع حالات بتوع مركز الثقل. بحيث ان كان عندي مركز ثقل بيتحسب. المحورين سنسين وساد صاد. وكان عندي فيه حالات آآ محور سنسين بيعدي بمنتصف الشكل. لو الشاكل عند المحور عدة فيه من المحور السينات بقت صاد عندي بتسوي صفر. اما لو الشاكل محور الصلاة اللي عد عليه واسم ونصين بقت عندي الصاد بتسوي ايه? الصاد بتسوي صفر. لو عندي الشاكل اللي عد عليه المحورين سين سين وساد صاد يبقى في الحالة دي نقطة طلاقي المحورين هي مركز ثقل الشكل. هي مركز ثقل ايه? الشكل. واخدنا مسائل متعددة عليها. وطبقناه وعمل اعتقد ان لو فيه اي استفسار ممكن ترجع لنا فيه عن طريق القناة اليوتيوب او صفحة القطاع. بعد كده النهاردة هنتعامل مع بعض او نترك الموضوع جديد جدا اسمه عزم القصور الزاتي. ايه هو عزم القصور الزاتي? وهستخدمه في ايه? وهشتغل بازاي? عزم القصور ازاي دوت قبل اي حاجة نشتغل فيها او نبدأ فيها لازم نعرف تعرفها. عزم القصور الزاتي بيمثلي. اقصى نقطة بيمثلي ايه? اقصى مقاومة للقطاع في الاحمال. بمعنى لو عندي قطاع قمرة على شكل حرف اي. القمرة دي اقصى مقاومة لها فين? المقاومة القصوى بتبقى عندها فين? بتبقى على المستوى الرأس بتاعه ولا على المستوى الافقي? والمساحة فين? ده كله بيمثلي وضع الشكل. بالنسبة المحاور ثابتة لية السين? والصاب. لية السين والايه? والصاب. لو جينا نبص buyndi كل شكل نركز بقى في دي. كل شكل له عزم قصور الذاتي مختلف عن الاخر. كل شكل من الاشكال الهندسية عندنا له عزم قصور ذاتي مختلف عن الاخر. بمعنى المربع يختلف عن مستطيل يختلف عن الدايرة. يختلف عن جماعة الاشكال. المربع عندي بيقول قانونه به السربعة على اتناشر. عزم القصور الزاتي عند محور السينات. بيساوي عزم القصور الزاتي عند محور الصدات. بيساوي به السربعة على اتناشر. ايه هي به? السربعة. به عندي اللي هي بتمثل طول الضلع. به في حالة المربع بتمثل طول الضلع. لو جاي نبص على الشكل اذا مربع. واده محور السينات ومحور الصدات. عندي المربع كده كده جماعة اطول اضلاع متساوية يعني اي ضلع عندي بمسل به. يبقى به مضروف نفسها اربع مرات على اتناشر يديني عزم القصور الذاتي بتاع المربع. وفي حالة حساب عزم القصور الذاتي بنحسب على اقصى حمل. بنحسب على ايه? على اقصى حمل. بمعنى لو عندي مستطيل كده كان مربع متساوي. مش يفرق معي. يعني طوله زي عرضه. يعني في اي وضع عزم القصور الذاتي بتاعه واحد. اما المستطيل هيختلف. بناء عليه المستطيل له قانونين. بعد ما بحل او بجيب عزم القصور الذاتي بتطبيق قانون بتوعه. اللي هو به ده وده البيه. ببدأ احسب اقصى عزم قصور الذاتي للشكل. طب احنا بنتكلم كنا من غير ما نشوف ما تيجي نشوف المستطيل. تعالى نشوف المستطيل. المستطيل عندي بيساوي. اعتزر هنا اتضبق الاول على المربع. المربع طول دلعه تلاتين سنتي. اوجد عزم القصور الذاتي حوله كل من سنسين وساط صاد. هيبقى عندي شكل المربع هو التلاتين في تلاتين. القانون بيقول لي ايه? سين. سين. بتساوي صاد صاد. بتساوي به قص اربعة على اتناشر. اللي هي بتساوي تلاتين قص اربعة على اتناشر. اللي هي بتساوي. سبعة وستين الف وخمسمائة سنتيمتر قص اربعة. سنتيمتر قص اربعة. لاحظ التمييز هنا. هناك في مركز الصغر قنصانتي. هنا سانتي السربعة. سانتي السي السربعة. اما بالنسبة للمستطيل. المستطيل لو جانب السلوك كده كده له وضعين. وضع في الاتجاه الطولي ووضع في الاتجاه العرضي. انهي انسب لمركز استقل بتاعه. لا اسف لعزم القصور الزاتي بتاعه. بنحسب مرة سنسين ومرة ساتسا. سنسين بتساوي به دال تكعيب على اتناشر. وصاد بتساوي دال به تكعيب على اتناشر. البيه هنا بتمثل الضلع الواقع على محور السنات. ودال الضلع الواقع على محور الصدات. به بتمثل الضلع الواقع على محور السنات. ودال بتمثل الضلع الواقع على محور الصدات. تمام? اما باجه اشتغل تنطبق مباشر ده مستطيل المطلوب حساب عزم البصور الزاتي عندي سن سن وساط صاد هنحط القانون ونبدأ نطبق بس قبل ما حط القانون انا عندي سن سن بتساوي تلاتين سنتي وساط صاد بتساوي اربعين سنتي يعني الضلع دال بيساوي اربعين والضلع به بيساوي تلاتين سنتي واخد بالك مش شرط الارتفاع او الواقع على محور الصادات يكون اكتر او اعلى قيمة من الضلع الواقع على محور السينات انا هنا ملتزم بمحاور محور سينات ومحور صادات القيمة كم? ملكش فيه حسب ما القيمة تيجي بتعوض ما تقولش لا اذا القيمة هنا غلطت مسألة غلط ولازم راح جاء قلب المستطيل والفه من دماغي لا بنشتغل على الوضع اللي قدام منك في المسألة تمام? نبدأ نعوض نول سين سين بتساوي ده ده التكائب على اتناشر اللي هي بتساوي كم? اللي هي تساوي تلاتين في اربعين في اربعين في اربعين على اتناشر يعني تلاتين في الاربعين مضروبة في نفسها مرات مرات على الاتناشر صاد صاد بتساوي الناتج طبعا يطلع معنا بابدأ عوض على محور الصادات صاد صاد بتساوي دال باربعين في به تكعيب اللي هي تلاتين في تلاتين في تلاتين على اتناشر تمام? يطلع برضو معنا ناتج تاني اللي هو كان تسعين الف الاوانية ستتاشر الف والتانية تسعين الف سنطي اربع هنا بعمل مقارنة بين النتجين بتوعي وبنقول بناء عليه عزم القصور الزاتي حول صاد صاد هو الانسب هو الايه? الانسب بختار او بحدد عزم القصور الزاتي لو جاي نبص لبقية المسألة سين سين اكبر من صاد صاد تكون هنا سين سين افضل من صاد اللي هو وضع القطاع نفسه. عزم القصور الزاتي وانا بحله بنشوف افضل وضع القطاع الانشائي سوان كانت خرصانة او حديد او خشب. بمعنى حضرتك لو فرشة نجارة العمارة عندك اللوح بتحطه على سيفه اقوى ولا على بطنه او مستطيل. بنحط اللوح على سيفه عشان هو اقوى. الكاميرا عندي اما باجي اشتغل عليها في التسليح. باشتغل على التسليح الرقصي ولا باشتغل على التسليح الافقي. يعني الكاميرا عندي لو مخدة مدفونة جاو بلط السقف. وغلى قاميرا سقطة. كل نوع من الكاميرات دو دو استخدامه. بس بنقول الكاميرا السقطة او الكاميرا البرزة الرأسية. افضل واقوى في التحمل عن الكاميرا اللي تبقى على بطنها او الكاميرا المدفونة. نجي نبص على قطاعات الحديد. قطاعات الحديد عند لو نجي نبص على كاميرا مستطيلة. هعطها على وضع اللي افق بتاعها البطنية بتاعتها اللي ضلع الطول بتاعها افقي ولا حطه رأسي احسن. طبعا بيقول لك الوضع الطول بتاعها الرأسي بيكون افضل عشان قوة التحمل بتاعتها. ديت اللي بنسماء قرنت عزم القصور الزاتي بين المحاور بناء على الناتج اللي طلع معنا. تمام? نيجي نبص للحالة التالتة من الاشكال بتاعتنا. المسلس. المسلس آآ نفس قانون ماركز الصيقة اللي هو التلت وتلتين. بس على محور السنان بس. مالوش محور صدات. مالوش ايه? محور صدات. بيقول هنا قانون المسلس. قانون المسلس بيقول به دال تكعيب على ستة وتلتين. على ستة وتلتين ولا على اتناشر. لا اتناشر ده خدنا في الاشكال الربعية. اللي هو المسلس والمربعة. هنا المسلس على ستة وتلتين. ستة وتلتين دي كنستانت سابت. دي قاعدة سابتة. ستة وتلتين دي سابتة. ده قانون. اللي هو به المحور الرأسي الافقي اسف. في دال تكعيب اللي هو الارتفاع تكعيب على ستة وتلتين. على ايه? ستة وتلاتين. نجي نبص المسألة اوجد عزم القصور الزاتي للمسلس الموضح بالشكل. المسلس ايه? الموضح بالشكل. المسلس عند القارة بتاعته عشرة سنتي. وكمل الارتفاعه ستة سنتي. ولو جاي نبص نلاقي محور السنات بيعدي من تلت المسلس السفلي. من تلت المسلس الايه? السفلي او من التلتين العلو. ده مرور محور السنات فيه. تاني المسلس مقولوش محور صدات. المسلس بيعدل على محور السنات بس. مقولوش عزم قصور زاتي عند الصدات. نركز في دية رجاء. بتطبيق القانون سين بتساوي به ديل تكعيب على ستة وتلاتين. به اللي هي قاعدة. ديل تكعيب اللي هي الارتفاع على ستة وتلاتين. ادى ال به العشرة سنتي بتاعت القاعدة عندي. في ستة في ستة في ستة اللي هي الارتفاع مضروف نفسه تلات مرات. على ستة وتلاتين. بديني ستين سنتي قصة اربعة. ستين سنتي ايه? قصة اربعة. ده عزم القصور الزاتة عند المسلس. وملوش مقارنة. عزم القصور الزاتة عند المسلس وملوش مقارنة. احنا قررنا في حالة المستطيل. وما قررناش في حالة المربعة. طيبش مان المستطيل قبنا المستطيل عشان له بعدين مختلفين. المستطيل عشان له بعدين مختلفين قررنا فيه. اما المربع طوله زي عرضه. المسلس ملوش عندي ارتفاع لكن بعمل المقارنة بتاعتي او بحس بعزم القصور الزاتي عند محور السنات فقط. عند محور ايه? السينات فقط. نبص للشكل الثالث اللي معنا الشكل الرابع الدايرة. الدايرة بتاعتنا عزم القصور الذاتي بتاعها سين سين بيساوي صد صد. معنا كده ان الدايرة لها محورين ايوه لها محورين سين سين وصد صد. ولكن تعامل معاملات المربع. تب ليه ما قلت ليش من الاول ان الدايرة هيساوي مربع? لا استنى بس صبرك بالله علي. هي الدايرة لها طول لا اطول اضلع. ملاش اطول اضلع لكن لها اقطار. هنا اختلاف القانون. هنا اختلاف ايه القانون? اي نعمل اتنين اتشابهم في الحالة. ان محور السينات عزم القصور الذاتي عند محور السينات. بيساوي عزم القصور الذاتي عند محور الصدات. ولكن القانون هنا يختلف بناء على المعطيات. ايه المعطيات? اده سين سين وصد صد. ولكن عندي قطر. للدايرة. ما عندش اطول اضلع. المربع كان عندي اطول اضلع. المستطيل عنده اطول اضلع. المثلث له اطول اضلع. اما الدايرة فلها قطر. لها ايه? قطر. في حالة الدايرة بنقول لنا سين سين بتساوي صد صد بتساوي. طه نقق السربعة على اربعة. يعني ايه طه نقق السربعة على اربعة? من الاعداد دي من تفقين ان طه دي قيمة سابتة. بنعود بها يا اما باتنين وعشرين على سبعة او تلاتة او ارباطشار من مية. في نقق اللي هي نص القطر. تاني. نقق بتساوي نصف القطر. مضروف نفسه اربع مرات على اربعة. طب لو قال لي قاف. لو قاف دي تبقى قطر كامل. الفرق بنقق وقاف ان قاف قطر كامل. اما نقق هي نصف قطر الدايرة. نصف قطر الايه? الدايرة. طه بيتم التعود بها بحالتين. يا اما باتنين وعشر سبعة او تلاتة واربعتاشر من مية. تلاتة واربعتاشر ايه? من مية. ده قانون الدايرة وده اختلاف الدايرة عن المربع. مع العلم ان سين سين هنا محور السناء عزم القصور الزاتي عندما حوار السناء. بيساوي عزم القصور الزاتي عندما حوار الصداد. طب ده بيقول لي ايه? او التساوي ده بيقول ليه? بيقول لي ان وضع الدايرة في اي اتجاه عزم القصور الزاتي بتاعها بتستحمل نفس القوة. بتستحمل ايه? نفس القوة اللي واقع عليه. نفس الوضع بالنسبة لايه? للمربع. نفس الوضع بالنسبة للمربع. نشوف المسألة بتاعتنا. احسب عزم القصور الزاتي لدائرة نصف قطرها. هنا قال لك نصف قطرها. سبعة سنط وزلك حول كل من سين سين وساد ساد مع اعتبار مع اعتبار ان طه ركز في لي بتسوي تلاتة واربطاشر من مية. خد بالك طه هنا ممكن يخلفها لك. يقول لك اتنين وعشرين على سبعة. طيب اقول لك بقى على على الاجمل من كده كمان. ممكن ما يدلكش طه خالص. في حالة انه مدلكش طه. هتكتب ملحوظة كده اهو. يتم فرض ان طه بتساوي تديني قمانة من اتنين. يا اما طه اربعة عشر او اتنين وعشرين على سبعة. الانسب لك او اللي تقدر تحل عليه او الاسهل لك. والاتنين زي بعض على فكرة ودوك نفس النتيجة. الاتنين بده نفس النتيجة. هنا قالت دائرة نصف قطرها ما قالش قطرها. يبقى كده المساءات حل صريحة مش عاوز اقسم القطر على اتنين. مش عاوز اقسم القطر على ايه? على اتنين. يبقى عندي القانون بيقول ايه? سين سين بتساوي صاد صاد. بتساوي طه نقصة اربعة الاربعة. بالتعويض هيبقى تلاتة او اربعة شرق من مية في السبعة على في السبعة مضروبة في نفسها اربعة مرات على اربعة. يديني الناتج بتاعك. لو قدت بص على الرسمة هنا ما رسمناها. السبعة نصف قطر ماهاش قطر كامل. السبعة ايه? نصف قطر ماهاش قطر كامل. هده القانون بتاعي. وده الناتج النهائي اللي بيطلع معي طلع الف تمنمية ستة وتمانين ونص سنتيمتر قصة اربعة. تاني. هنتكلم في الدايرة دي تاني. معلش هنعيد عشان نيافها تحولين. تحويل لو قداني القطر كامل هقسم على اتنين عشان اجيب نصف القطر. التحول التاني. لو ما قلش مع اعتبار ان وداني قيمة طه. ابدأ افرضها انا لوحدي. واكتبها في الملاحظات الكرة هو في بداية الحل. بفرض ان طه بتساوي اتنين وعشرين على سبعة او تاتة وعشرين من المية. حسب اللي هكتبها. وحسب اللي هحل بها في المسألة. حسب اللي هكتبها وحسب اللي هحل بها في المسألة. تمام? يبقى كده عند الدائرة. محور عزم قصور الزاتي. عندي سن سن. بتساوي عزم قصور الزاتي عندي صد صد. بتساوي طه نقق قصة اربعة على اربعة. هنيجي تاني القص ده تاني قصة اربعة ديت معناها نصف القطر مضروف نفسه اربع مرات. نصف القطر مضروف نفسه اربع مرات. تمام? طيب. شكل تاني مستطيل مفرغ. مستطيل مفرغ? اه. هنبدأ نجمع الاشكال بقى. بقى عندي خط هنا. بالنسبة لعزم قصور الزاتي خط المربع خط مستطيل خط مسلس خط دايرة ودي الاشكال الشهيرة جدا اللي لها قوانين في عزم القصور الزاتي. من الاشكال ديا بنبدأ نجمع اشكال تانية او الحاجات التانية اللي هحب نشتغل بها. اول حاجة تجميع او اول شكل تجمع بالنسبة لنا المستطيل مفرغ. المستطيل ايه? المفرغ. في الحالة ديّ ت tema سين سين عن المصان هموم المفرغ بتساوي. ركز في القانون شوية به دا التكعيب على اتناشر ناقص به واحد. دا والا تكعيب به دا الوحد تكعيب به دا تكعيب على اتناشر ناقص به واحد دا والا واحد تكعيب على اتناشر طيب ما يعاد ما انا بخصم دا من ده خلاص ما دانته? طيب ايه دال واحد? وهي به واحد? به او دال دال البعد الرئيسي للمساطين الرئيسي اللي هو الخارجي. تاني به الصريحة او دال الصريحة اللي يبدون ارقام اللي يبدون ايه به دال دية البعد الرئيسي او البعد الخارجي للشكل المفره. به واحد ودال واحد دال البعد الداخلي للشكل الايه? المفرق. يبقى البعد الخارجي عندي اللي هو ايه? به ودال. والبعد الداخلي اللي هو عندي به واحد ودال واحد. بطرح لاتنين من بعد عشان ديني قيمة السين. اما في حالة الصدط فبنقول ان دال به تكعيب على اتناشر ناقص دال واحد به واحد تكعيب على اتناشر. تاني هو هو قانون المستطيل ولكن ضفنا عليه فرق المستطيل التاني. ضفنا عليه فرق ايه? المستطيل التاني. عشان ادي ناتج المسألة بتاعتي مزبوط او ناتج الشكل بتاعي مزبوط. نعدي قانون تاني في حالة المستطيل مفرغ. وده عبارة عن مستطيلين متدخلين في بعضهم. يبقى عندي به دال تكعيب على اتناشر ناقص به واحد دال واحد تكعيب على اتناشر. به الصريحة به دال الصريحة ده ابعاد المستطيل من الخارج. به واحد دال واحد ده ابعاد المستطيل من الداخل. وفي حالة محور الصداط هيبقى دال به تكعيب على اتناشر ناقص دال واحد به واحد تكعيب على اتناشر. نبدأ نشوف مسألة من المسألة بتاعتنا. اوجد عزم القصور الذاتي حولها كلها من المحورين سين سين وصد صد. للشكل التالي. قبل ما بعمل اي حاجة هفصص المسألة بتاعتي. الشكل الخارجي او الاس عندي اتنشر سمتي به بتاعته بساوي اتنشر. وده بساوي ستاشر. الشكل الفرعي او الدخل بتاعي به بتاعته بتساوي تسعة سنتي. ودال بتساوي تلات تاشر سنتي. اللي كده عندي به وبه واحد ودال ودال واحد. هبدأ حط القانون اللي هي سين بتساوي به دال تكعيب على اتنشر ناقص به واحد دال واحد تكعيب على اتناشر. قبل ما هزر التعاود بتاعنا هنبدأ نقوله الشفاء والاول. به عندي اللي هي باتنشر سنتي. هعطي ما كان به. دال بستاشر مضروبة في نفسها تات مرات. يبقى اتنشر في ستاشر في ستاشر على اتناشر. ناقص به واحد اليه تسع سنتي. دال واحد اليه بتلتاشر صمتي. هابدأ اكتب به واحد الى بتسعة. في دال الى بتلتاشر مضروبة في نفسها تات مرات. هيبقى تسعة في تلتاشر في تلاتاشر في تلاتاشر على اتناشر هبدأ اعوض اهم اي زي ما اتكلمنا لها اتناشر في ستاشر تلات مرات على اتناشر ناقص تسعة في تلاتاشر تلات مرات على اتناشر بديني الناتج عند محور السنات عند محور ايه السنات الو اربعة لف ستة وتسعين سنتمتر على اصرف اربعة ناقص الف ستمية سبعة واربра взять وخمسة وبرون المئة نتيجة الانهائية بيقول 1445 چند عوض 1 514 25 هبدأ أقارن عزم القسور الذاتية عند المحورين هبدأ أقارن عزم القسور الذاتي عند المحورين عندي محور السنات وعند محور الصداد محور الصونيات السنات كان طي appropri الفين روة ماتمانية وارباين وخمسة وعشون من المية. ومحور الصداد طرع عندي كام? الف خمسمية وربعتاشر وخمسة وعشون من المية. قبل ما اجي الخطوة الاخيرة كهstringة عندي وضع بمحور الصيات افضل من وضع محور الصداد افضل من وضع محور ايه الصداد اهي بعد كده عندي حساب الحلقة الدائرية. هساب الايه? الحلقة الدائرية. استنى يا مصدر معلش انت قلت له مرة مستوى المفرغ. ومرة دخلت حلقة دائرية. هو احنا مش كنا ماشيين الاشكال المربع مستطيل مسلس دايرة. اه ما احنا قلنا دي الاشكال اللي بتبني عليها جميع الاشكال اللي هندسية اللي بعد كده. نبص الحلقة الدائرية. الحلقة الدائرية قلنا بنعملها زي المربع مع اختلاف القانون. طب زي المربع ازاي? ان محور عزم قصور الزات عند محور السنات. بيساوي عزم قصور الزات عند محور الصادات. ولكن القانون يختلف طه نقص اربعة على اربعة. طه نقص اربعة على ايه? على اربعة. في حالة الحلقة الدائرية. نقل خارجية نصف القطر الخارجي. ناقص نصف القطر الداخلي. يبقى طه اللي هي بتاتة اربع عشر من مية. على اربع. ناقص طه اللي هي بتنين وعشرين على سبعة او تتعة وربعشان من مية في نصف القطر الداخلي يديني بعد ما سمه الفرق ما بينهم يديني عزم القصور الزاتي للحلقة الدائرية. عند محوار السينات بيساوي محوار الصدات لان ده شكل منتظم تماما. ده شكل منتظم ايه? تماما. نشوف حل مسألة عليها. لو جينا نعمل افترض فرضا ان نصف القطر كان في المسألة الاولى كان سبعة سنطي دة الخارجي ونصف القطر في المسألة دي تفليكون الداخلي بتاعه 3 سنطي في الحالة دية هعوض الخارجي سبعة مضروف مضروف في نفسه اربعة مرات في الكنستن او في السبب بتاعي اللي هو تتعة واربعشان من مية على اربعة ناقص التلاتة سنتي اللي نصف القطر الداخلي مضروف نفسه اربعة مرات في التتعة واربعشان مني� wen الفرق ما بينهم يديني عزم القصور الزاتي عند محور السينات وعند محور الصداط. لغات هنا في مشاكل. نبدأ نخش على الاشكال المركبة اللي اكثر تعقيدا شوية مش كتير. زي الكاميرا دي اكيد يعني كلنا عارفينها. اللي هي حرف الاي بنسميها اي بيم. دي بنشوفها كتير جدا في الجملونات او في المصانع او في النهاجر. بتلاقي محطوط بنفس الوضع. الافق بتاعها محطوط في مستوى رأسي زي ما احنا شايفين. وده هنعرفه ليه واحنا شغالين في حسابات عزم القصور الذاتي. في حالة الكاميرا الاي بيم هنقول ان سن سن بتساوي به دال تكعيب على اتناشر. اهي به وايه دال وايه الفرق التاني دوت. قبل اي حاجة به دال اللي هي الطول الاساسي مع العرض الاساسي. اللي به ادى به عندي. وادى دال. دال كامل. به ودال. ناقص اتنين به واحد دال واحد تكعيب على اتناشر. ايه اللي جاب لي به واحد ودال واحد ايه هم دول? اه لا استنى باك انا بالراحة علي. احنا اول حاجة خدناها خدنا الشكل ككل. خدنا الشكل ايه? ككل. اللي هي ما بين القمرتين الاوفقيتين. ما بين قمرتين الايه? الاوفقيتين. خدنا به بتاعته وخدنا دال. دالك ترتفاع الشكل كله. وبه عرض الشكل كله. الناحية التانية ما خدنا اتنين به واحد دال واحد. الشكلين اللي حواني الكاميرا الرأسية. اللي يرمز لها عندها تلاك عن دها كين متها واحد. دي كاميرا رأسية. في جنب منها مسطلين تانيين. المسطلين دول خدنا منها به واحد. والاتنين قد بعض يبقى الاتنين دول بيرمز لوم به واحد او بياخدوا رمز به واحد. ده الواحد تكعيب اللي هي نفس ده اللي كانت عندي. نفس ده الايه? اللي كانت عندي. اللي هي اجمال الطول. يعني كده مستطيلين? ناقص مستطيل كبير. مستطيل الناس ايه? مستطيل كبير. تمام? طيب. هنا هنحسب السين هنقول. حساب القطاع نجد ان مستطيل كبير ابعده به في ده. ما تروح منه مستطيلين متمثلين زي ما اتكلمنا للوقت الشفوي. ابعد الواحد منهم به واحد في ده الواحد. نرجع لها تاني. ادى عند المستطيل الكبير. به. في ده. به في ايه? في ده. ما تروح منه مستطيل به واحد. وبه واحد مستطيلين مع بعض متساويين. تمام? تمام? طيب. اما نجي نحسب صار. هنحسبها ازاي? القطاع عندي هنا بقى في ثلاث مستطيلات بقى على محور الصادات. في ثلاث مستطيلات. اتنين منهم قد بعض اللي هو المستطيل اللي فوق خالص اللي هو ته واحد. واللي تحت خالص اللي هو ته واحد. والتالت ابعاده ده الواحد في ته واحد اللي هو المستطيل الايه? الاوسط الواصل ما بينهم. المستطيل الواصل ما بينهم. اللي هو يبقى ته واحد اه ده الواحد في ته واحد. ده الواحد في ته واحد. عشان تكون عارف ان ته هنا بترمز للسمك او للاتفاعة. في الحاجة دي اتصاد هتساوي اتنين ته واحد به تكعيب على اتناشر ناقص دال واحد ته تكعيب واحد على اتناشر. نشوف المسألة عاملت ازاي معنا? احسب عزم القصور الزاتي. حول المحورين سنسين وساط صاد. للشكل التالي. بالراحة ومش هنستعجل فيها. وانا ادى مع برضه مرتين تلاتة. سنسين بتساوي كم? القانون بتاع بيقول لي به ده التكعيب على اتناشر. ناقص اتنين به واحد تكعيب على اتناشر. اتفاقنا ان به بكم بستاشر سنتي. اللي هي ستاشر اللي على محور الافقي. اللي هي كامل عرض المستطيق. كامل عرضه الايه? المستطيق. ناقص اه اسف فيه. الارتفاع بتاع الكامل ستة وتلاتين سنتي. زائد اتنين واتنين يوب اربعين سنتي. زائد اتنين اللي يقيم اته واحد من فوق. يقيم اته واحد من تحت. يديني كام? اربعة سنتي زائد ستة وتانين كام? اربعين سنتي. على اتناشر. ناقص فرق. الجزء التالي من المسألة. اتنين في. اتنين في كام? احنا قولنا اتنين به واحد. في. ده الواحد تكعيب. ايه هي بها واحد هنا? اللي قولنا ان هي بتساوي المستطيل الايمن والمستطيل الايه? الايسر. ما بينهم المستطيل رأسي. في الحالة ده هي? الحال ديا. هنجيب البعض بتاعه ازاي? انت جبتلي السبع سنتي دي من ايه? سهلة خالص. انا عندي ته هنا بتساوي اتنين سنتي زي ما هو مدهالي. اللي هي سمك او عرض المستطيل الاوسط. الواقع مدون. سمك اتنين سنتي. ناقص الستاشر عندي اللي هي قيمت به. يديني اربعة عشر. على اللي اتنين اللي هي بديني عرض كله مستطيل. يبقى كم عندي? اتنين ناقص ستاشر باربع عشر سنتي على اتنين في السبع سنتي. يبقى دي قيمت ايه? به واحد. ده الواحد تكعيب? انا كانت عندي ده التكعيب باربعين. ده الواحد تكعيب عندي بستة وتلاتين. بستة وتلاتين جات منين? من اطرحت عندي المستطيل اللي فوق ارتفاعه باتنين سنتي. المستطيل تحت ارتفاعه باتنين سنتي بقى عندي كم ستة وتلاتين سنتي? بقى عندي ستة وتلاتين ايه? سنتي. ده كده اول جزئية من فك الاغرتمات الاي بيم. هبدأ اعوض على محور السينات. ووصل لنتيج بتاعي. اللي هو وصل معي لنتيج في الاخر كم? تلاتين الف تسعمية واحد وتلاتة وتلاتين من مية سنتيمتر السربعة. خلصنا من محور السينات. نعيده تاني قبل نروح محور الصدات. هعوض في القانون بتاعي اللي هو به دال تكعيب على اتناشر ناقص اتنين به واحد دال واحد تكعيب على اتناشر. قلنا البه اللي هي طول الصراح بتاعي اللي هو ستتاشر سنتي. اللي على المستوى الافقي. دال تكعيب اللي هي اجمالي طول الشكل عشان بعمل ده كله كشكل واحد. بعمله ايه? كشكل واحد. وبعد كده ابدأ اسوى من جوه اشكال واترحها من بعضها. على المستوى الافقي عندي هيبقى عندي مستطيلين مستطيلين مطرحين من الشكل الكبير عشان اجيب التلات اشكال لوحدهم. مستطيل طوله ستة وتلاتين في سبعة. السبعة دي جبنها منين? عندي اجمالي به بستاشر مطرح من نهاته باثنين سنتي. اللي هي الكاميرا اللي وقفة دي. باثنين سنتي يبقى اربعتشار سنتي. على الاثنين بسبعة سنتي لكل شكل. لكل ايه? شكل. الستة وتلاتين دي جات منين? اللي هي الارتفاع ما بين الكاميرتين الايبم التانيين المصالف خطتاهم. ما بينهم رأسي سبتة وتلاتين سنتي. دي كده حل الارقام بتاعة الجزئية بتاعت سين سين او عزم قصورة عندي سين سين. هبدأ اتنقل للمحور صاد صاد. المحور صاد. في حالة المحور صاد صاد هنقول لك اتنين ته واحد به تكعيب. تاني. اتنين ته واحد به تكعيب على اتناشر. فين الته عندي? الته عندي اللي هي ارتفاع الشكلين دول. الى شكل ارتفاع اتنين سنتي. واللي تحت منه نفس الوضع برضو ارتفاع قيم اتنين سنتي. بكده اتنين في اتنين. في الستاشر سنتي بتاعت به كاملة تكعيب مدرورة نفسها تلات مرات. زائد هجيب عندي دال واحد دال واحد ته تكعيب واحد على اتناشر. ايه هي دال واحد? دال واحد زي ما اتفقنا من عند محور السنات هي الاتفاع بتاع الكاميرا ما بين افقيتين. كاميرا الرقصية ما بين افقيتين. ده كان ارتفاع دال واحد. ته واحد تكعيب. اللي قولنا ارتفاعها كان كم? كان اتنين سنتي. كان اتنين ايه سنتي. وعندي هنا ته واحد برضو هنا بتين باتنين سنطر بالنسبة للكاميرا دي. تاني قبل ما تنقل للحل النهائي بتاعها ونخش على المقارنة صاد اما جانا نشتغل عليها اشتغلنا. بجيب المستطيلين اللي فوق ده هما تبدأ فرغ مستطيل اللي فوق دوا واللي تحت الاتنين متمثلين تماما يبقى ته واحد عندي مشتركة ما بينهم. او ته عندي مشتركة بنفس القيمة. هنقول اتنين ته واحد في به تكعيب على اتناشر زائد دال واحد ته واحد تكعيب. اما جيت على دال واحد ليه ستة وتعاتين هيبقى عند ته ديا بكم بنفس القيمة ليه باتنين سنتيمدرات نفسها تلات مرات. وابدأ اجمع ويطلق عندي الناتج النهائي عند محور الصادات. الف وتلتمائة وتمانين وتلاتة وتلاتة وتلاتين من مية سنتيمتر قصة اربعة. فكرة مسألة. فكرة مسألة. في عندنا اشكال متعددة لعزم القصور الزاتي. اشكال متعددة ايه? لعزم القصور الزاتي. هنا هناخد مسألة بسطة جدا هنحط فكرتها بس مش هنحلها. هنحط فكرتها مش هنحلها. اوجد عزم القصور الزاتي للشكل الموضح بالرسم حوله المحور سين سين مع الاغذر في الاعتبار. خد هنا اقال لك ايه? مع الاغذر في الاعتبار ان طه بيستوي تلاتة اربعة شر من مية. طه بكين? بتلاتة اربعة شر من مية. وعالشكل ادي انا مستطيل تمنتاشر فاربعين. تمنتاشر على محور السينات المحور الافقي. واربعين سنتي على المحور الرأسي. اللي هو المحور صاد صاد. والدائرة عندي بيجي لها محور السينات بس. او السين السين بتاعتها بيسوي صاد صاد. وقال له قطر بتاع بيسوي خمستاشر صنط. بيسوي ايه? خمستاشر صنط. فكرة حل المسألة ان هطرح السينات للدائرة ناقص الصادات للمستطيل. هطرح السينات للدائرة ناقص الصادات للايه? للمستطيل. وهنا قل قطر الدائرة اجماله قطر الدائرة بخمستاشر صنط. انا هنا هجيب نصف القطر اللي هو يبقى يسوي سبع سنتي ونص. يسوي كم? سبع سنتي ونص. الداني هنا طه اللي هو السابق بتاعي عشان اعوض فيه. والداني القطر قلنا هنا هنبدأ نقسمه على اتنين عشان ديني نصف القطر. ديني نصف الايه? القطر. يبقى عزم القصور الزاتي. خلصنا الاشكال الصريحة بتاعتنا اللي هو مركزها بيس ايه بيمر في مركز الشكل واشط. الحالة التانية لعزم القصور الزاتي اما يمر في شكل ما هوش ماشي بمحوره. يبقى عزم القصور حول اي محور بيساوي عزم القصور الزاتي حوله محور موازي له. من الحالات الشزة لعزم القصور الزاتي ان انا اجيب عزم القصور الزاتي لشكل ما بيمرش بمحور مركزه. ما بمرش بايه? بمركز الشكل. في الحالة ديا هنطبق القانون بيقول ايه? عزم القصور الزاتي حول اي محور بيساوي عزم القصور الزاتي حول محور موازي له ويمر بمركز الصقل بمركز الصقل نحن لسه مخلصون الحلقة اللي فاتت اه زائد حاصل ضرب المساحة في مربع المسافة ما بينه تم الترجم كده بالراحة بالراحة تانا هو عزم القصور الزاتي عند اي محور يعني ما عندش محور ثابت اللي هو السين والصاد بيساوي عزم القصور الزاتي حول محور التوازي يعني عند الشكل له محور توازي ومحور التوازي ده كده كده اوتوماتيك بيمر في مركز الصقل بيمر في مركز الصقل يبقى احسب هنا محور عزم القصور عند المحور دو زائد مساحة او حاصل ضرب المساحة يعني اعمل اجيب مساحة الشكل نفسه في المسافة ما بين المحورين تربية. في المسافة بين المحورين ايه? تربية. ده قانون اجاد عزم القصور الذاتي حول اي محور او لاي شكل لا يمر بنفس المحور. ده شكل من اشكال عزم القصور الذاتي لشكل ما يمرش بالمحوره. لان محور التماثل عندي مختلف. عزم القصور الذاتي حول المحور سين سين المبين بالشكل التالي. مديني شكل محور السينات بعيد عن محور تماثل الشكل. يعني عندي محور سين سين وعندي محور تاني اسم الشكل الصين جايب لي في مركز ثقة له او عامل محور تماثل للشكل. هنحسبه ازاي بتطبيق القانون? انا عندي اول الحاجة بيتسوي كم? بتسوي ستة سنت؟ واو بتسوي كم? اربعة زائد اربعة بتسوي تمانية سنت? اهي واو? واهي الاربعة? سنت? نحن قلنا حاصل المسافة. الدicho اربعة زائد اربعة بتسوي تمانية سنتي. المساحة بتسوي ايه? بتسوي به? فيداد. مساعة الشكل بتسوي به? فيداد. مساحة المستطيل الطول في العرض. الطول في العرض. اللي هي ستة في تمانية سنتر. ستة في ايه? في تمانية سنتر. اللي هي بتسوي تمانية واربعين سنتر. المسافة بين المرضعين بتسوي كم? بين المحورين اسف? المسافة بين المحورين بتسوي عشرين سنتر. مسافة المحورين بتساوي عشرين سنت يبقى كده عندي به وعندي واجبت المساحة وجبت المسافة بين المحورين يتبقى عندي الحساب يتبقى عندي الايه? حساب المسألة. حساب المسألة هنقول ان سين عزم خسازة عند محور السينات المطلوب الحساب عليه عشان هو الحساب لي عند محور السينات فقط. هيبقى سين سين بتساوي سين سين زائد ح في تربية. ح اللي هو حاصل مساحة الشكل او مساحة الشكل في اللي هي المسافة بين المحورين المتوازيين اللي هو محور مركز الثقة اللي هو محور التماثل والمحور اللي هنحسب عليه عزم القصور الذاتي. اللي هي الساوي به دل تكعيب على اتناشر زائد ح في. به دل تكعيب بكم? به عندي بالستة سنتي دل تكعيب بالتمانية سنتي اللي هو اجمال الاتفاع دل مدرورة نفسها تلات مرات على اتناشر سنتي زائد التمانية واربعين اللي همساحة الشكل في العشرين تربيع عشرين تربيع اللي هي المسافة ما بين المحورين. محور التماثل ومحور اللي انا بحس بعدها عزم القصور الذاتي. هتديني تجميعها اللي هي متين ستة وخمسين زائد تسع عشر الف ومتين. بدوني في الاخر تسعتاشر الف ومية ستة وخمسين سنتي متر قصة اربعة. ولاحز ان بعيد تمييز الاشكال وتمييز الارقام عشان مطلوبة. بمعنى انت حلت المسألة وكتبت الناتج فين التمييز بتاعها? فين التمييز بتاعها? هي سنتي ولا متر? طب سنتي قصة اتنين يعني سنتي مربع سنتي مكعب سنتي قصة اربعة. سنتي ايه? لازم تحدد تمييز الناتج بتاعك تمييز كامل. حالة تمييز ايه? كامل. ده بالنسبة لحالة من حالات عزم القصور الذاتي اللي احنا بنجيبه لمحور موازي لمحور التماثل. لمحور ايه? التماثل. تمام? موضوع تاني النهاردة هناخده معانا. هنكمل بيه بس هناخد بداياته وهنكمله ان شاء الله في الحالة القادمة. هو تحليل القوة. هو تحليل ايه? القوة. تحليل القوة المائلة. الى مركبتين. بمعنى لو عندي قوة واعلى اتجاه افق او رأسي وجاه عليه بزاوية. لازم نحللها في اتجاهين صراحين. اتجاه رأسي واتجاه افقي. عشان نقدر نحسبها بسهولة. بقدار القوة في اتجاه محور السينات. بتسوي قاف جتاهي. ايه قاف? قاف ديت بتقول لي ان هي بقدار القوة. بقدار الايه? القوة. جتاهي. جيب تمام الزاوية. اللي هي قوة نزدالة وعالة على محور السينات. هيبقى جيب تمام الزاوية المحصورة بالقوة وبين المحور الوقع عليه. تاني مقدار مركبات القوة في اتجاه محور السينات. بتسوي مقدار القوة في جيب تمام الزاوية اللي وقع على المحور نفسه. محصورة بالقوة والمحور بتاعه. تاني حاجة او تاني قانون. مقدار مركبة القوة في اتجاه محور الصداة. بيسوي قاف جاهي. بيسوي ايه قاف? جاهي. بمعنى القوة مضروبة في جيب الزاوية اللي محصورة ما بين القوة. ومحور الصداة. تالت حاجة. نقدار المركبة المجاورة للزاوي. اللي هي القوة في جيب تمام الزاوية المحصورة ما بينه. اخر حاجة مقدار القوة المركبة. مقدار القوة الايه المركبة. لو عند قوة افقية في قوة رقصية او قواتين جايين مع بعض. ايه مقدار القوة في جيب الزاوية. مقدار القوة في ايه في جيب الزاوي. نشوف اشكال. عند الشكل الاسي بتاعي قاف. والزاوية. عند محور السينات مقدارها ايه? هيبقى القوة لو بحسب على محور السينات هيبقى قاف جاة ايه. لو بحسب على محور الصداة يبقى قاف جاة ايه. تاني. وانا بحسب القوة على محور السينات بحسب قاف جاة ايه. وانا بحسب على محور الصداة بحسبها قاف ايه? جاة ايه? وقاف جاتها هي لمحور السينات. ودي جات بنسميها تحليل القاف اتجاه رأسي واتجاه افقي. اتجاه رأسي واتجاه ايه? افقي. اتجاه الافقي. جيب تمامي الزاوية. اتجاه رأسي جيب الزاوية. جيب تمامي الزاوية وجيب الزاوي. قاف اللي هي القوة هي الزاوية. ما بين الاتجاه الرأسي او الاتجاه الافقي حسب المعطل. نجي نبص عليها. نجي من تحليل القوة بتاعتنا. ده شكل المسألة الاساسي. بيقول لك حلل القوة المبينة في الشكل في اتجاهين المتعمدين. حلل القوة المبينة في الشكل في اتجاهين المتعمدين. القوة عندي سبعة سكل كيلو جرام. سبعة سكل كيلو جرام. والزاوية خمسة واربعين. بس خلاص. دي المسألة? اه دي المسألة. حل بقى. سبعة سكل كيلو جرام. خمسة واربعين. انا عندي مركبة هخليها مرة افقي ومرة رأسي. مرة افقي ومرة ايه? رأسي. يبقى تحليل القوة في المركبة يعني هنقول مخدر المركبة الافقية بتساوي قاف جتا هي. لها بتساوي سبعة في جتا خمسة واربعين. لها تساوي سبعة في واحد على جزر اتنين. واحد على جزر اتنين سوق كيلو جرام. واحد على جزر ٣. تاني هو بدي القوة ميلة وانا بحللها مرة المركبة الثوقية ومرها المركبة الرأسية يعني مرة في محور السينات ومرها في محور الصدات. بناء على الزاوية والقوة اللي موجودة قدام منه. بعد ما حللت القوة في ماتجاه محور السينات او اتجاه الافقي. هبدأ احلل القوة في اتجاه رأسي او اتجاه محور الصدات. واقول له هنا قانون بقول لي ايه? مقدار المركبة الرقصية بتساوي اللي القوة في جيب الزاوية اللي هتساوي سبعة في خمسة واربعين اللي هتساوي سبعة في واحد اتنين سوق كيلو جرام سوق اللي ايه كيلو جرام قال له هي فرقت فيها مصطر هنا ما بين الافقي ووضع الرقصي ما بين محور السينات وبين محور الصادات ما كده كده القوة في واحدة على جزر اتنين اه ماشي ما احنا عارفين بحيطة دي. ليه? الزاوية عندي خمسة واربعين. في حالة الزاوية خمسة واربعين جتا الزاوية جبت امام الزاوية بيساوي جيب الزاوية. جبت امام الزاوية بيساوي جيب الزاوية اللي هو جتا هي هيساوي جا هي. بس لازم وانت بتحل تخلي المركبة الافقية لوحدها والمركبة الرقصية لوحدها. تاني اهل فرق هنا ما بين القوة الرقصية والقوة الافقية مدام لتنين مدين الجاتات الزاوية وجيب الزاوية واحد على جازoughing هنقولها تاني علشان الزاوية عندي خمسة واربعين درجة علشان الزاوية عندي ايه? خمسة واربعين درجة. والزاوية لخمسة واربعين درجة جيب تمامها بيسوي جيب الزاوية. تمام? والا وباذن الله هنكمل مع بعض تحليل القوة في حلقة قادمة ان شاء الله. وان هنا نكون وصلنا نهاية الحلقة ونكون وصلنا مع بعض لعزم القصور الزاتي وعرفنا الاشكال المتنوعة بتاعه وعرفنا حالة المربع والمستطيل وعرفنا الدايرة وعرفنا ازاي نقدر نجيب عزم قصور الزاتي اللي هي كاميرا حالف اي وعرفنا ازاي نعمل نجيب عزم قصور الزاتي لمستطيل مفرغ وعرفنا ازاي نحسب عزم قصور الزاتي لحلقة دائرية وعرفنا ايه الهدف مقارنة عزم القصور الزاتي في الاتجاه افقه والرأسي بالنسبة للاشكال اللي هي غير متساوية. واخدنا فكرة عن تحليل القوى الميلة لقوى افقية وقوى رأسية. واللي هنا نكون وصل لنهاية حلقتنا معاتب التمنيات بالنجاح والتوفيق ان شاء الله.